لكن هقول تاني ما ينفعش تعترضي على عادتهم لا أعيب خالص ولا تنتقديها ولا تقولي له ايه ده ايه ده هوا انتم بتعملوا كده ايه ده ايه ده هوا انتم متعوّدين على كذا لا 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 بس دي حاجة مؤرفة قوي لا 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 بس ايه ده هوا انتم بتاكلوا البلح بالبيد لا 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 انا عندنا احسن لا عادي جدا الناس بتاكل البلح بالبيد وسبنخ بالمايونيز كل واحد ليه سلو بلده كل واحد حر وزوق وكمان اه بالزبط كده لكن انك تنتقدي او تشوفي نفسك على عادتهم طب اقول حاجة ممكن اقول حاجة ممكن بتاكلوا ايه انتم بتاكلوا البصل مع الملوكية ايه ده التنمر ده ايه التنمر ده ايه ايه ممكن اقول حاجة ولا ايزان هنقول بعض الفاصل نقول حاجة سريعة ونطلع فاصل فكرتوني اول ما تجوزت كنت لسه مخطوبة كان عندي 18 سنة لا كان عندي 16 سنة تفضل بقى اوه 17 سنة لسه عيلها بنا مهم ايه فروحت عند اول عيد رايحة عند اهل جوزي قد غده احنا في بيتنا يعني طب اخنا مختلف عن طب اخوهم هما بقى في العيد فعملين بقى رؤاء وحامام واحنا بنعمل كده برضو بس بطرق مختلفة فدخلت البيت شميت ريحة اخي انا بقى مش عودة قال لي ريحة السمنة البلدي الجميلة انا درواحتي بقول بقى جميلة لاني بقى موت في ريحة دي اوه ايش عارف روح زين بس معملتش حاجة ايوه لا بقى معملتش حاجة اتكسفت بس حسيت الريحة فميلت على جوزي كده بقولوا هي دي ريحة ايه فقال لي ريحة الطبيخ ايوه ايه في الطبيخ قال لي احنا بنطبخ بسامنا بلدي موقع جابتنا بقى وعارف ان احنا بنطبخ فهنا بقى التأقلم اللي هو بقى ايهه مش لازم اكلته والاكل عجبني جدا وحبته جدا اه كان في الاول تقيل بالنسبالي اه كانت ريحته بالنسبالي مش متعودة عليها ولكن انا قررت اني هتأقلم مع حاجة مختلفة مكنتش متأقلم عليها وحبتها وطلعت يمكن احلى من اللي اللي متعودة عليها بالاكل بس ما عادتيش بقى تقول لهم ايه الريحة لا 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 تقود على التقلت انا قلت بقى اللي خطيبي ساعتها خطيبك وقتها اه فانت لما بتقرر انك تتأقلم على المختلف طالما المختلف ده مش وحش ومش مدر ومش سيء ومش حرام هتمشي الليلة وده زكاء على فكرة لكن لكن لما تقرر ان انت تعمل كده وتاخد قوز وتاخد جنب وتدي كتف طالما الدنيا هتبوز صح